المرحلة الابتدائية وذرات تتكون من جسيمات تعرفنا على تفاعل الشحنات يحدث بينها تجاذب وتحدث بينها أيضا بعض الشحنات تنافر تجمع الشحنات ماذا يحدث من تجمع الشحنات يكون الكهرباء الساكنة وهي تراكم الشحنات الكهربائية على أسطح الجسيمات أيضا تعرفنا على كيفية أو كيف تتحرك الشحنات الكهربائية عن طريق التفريغ الكهربائي وأبسط أمثلة عليه البر وأيضا التيار الكهربائي والمقصود بالتيار الكهربائي اليوم سوف نتعلم على عدة مفاهيم المفهوم الأول المفتاح الكهربائي الدار الكهربائية مكونات الدار الكهربائية أنواع الدار الكهربائية دائرة التوازي ودائرة التوالي وأيضا كيف تستخدم الكهرباء بطريقة آمنة أمامك عزيز الطالب مصباح ماذا يحتاج هذا المصباح حتى يعمل؟ ماذا يحتاج المصباح حتى يعمل؟ أحسنتم يحتاج إلى تيار كهربائي أو مصدر للتيار الكهربائي حتى يضيء هذا المصباح أيضا أمامك دارة أو أمامك مصباح يعمل ما الذي يجعل المصباح يضيء؟ ما الذي يجعل المصباح يضيء؟ التيار الكهربائي الذي يسري خلال السلك أدى إلى إضاءة المصباح ولكن التيار الكهربائي سرى في مسار مغلق يسري في مسار مغلق والسبب أو ما المقصود بهذا المسار المغلق؟ ما المقصود بهذا المسار المغلق؟ مقصود به الدارة الكهربائية أحسنتم يقصد به الدارة الكهربائية إذن الدارة الكهربائية هي عبارة عن مسار مغلق حتى يستطيع المصباح أن يضيء ما المقصود بالدارة الكهربائية إذن؟ ما المقصود بالدائرة الكهربائية أو الدارة الكهربائية عزيزي الطلاب؟ أحسنتم يقصد بها المسار الذي ينتقل فيه تيار الكهربائي ينتقل فيه التيار الكهربائي إذن المسار الذي ينتقل فيه تيار الكهربائي هو عبارة عن الدارة الكهربائية ولا بد يكون مسار مغلق مهم جدا حتى يسر التيار الكهربائي أن يكون هناك مسار مغلق نريد أن نتعرف على مكونات الدارة الكهربائية أول مكون ومهم جدا هو مصدر للطاقة مصدر للطاقة والصورة التي أمامنا تمثل ماذا أحسنتم بطارية والبطارية تنتج أحسنتم تنتج طاقة فإذا أهم أو أول مصدر أو أول مكون هو المصدر ماذا يعمل يوفر طاقة وأبسط الأمثل عليه البطاريات وأيضا المولدات نأتي للمكون الآخر أحسنتم الحمل أو المصباح الحمل أو المصباح وقد نطلق عليه أيضا بالمقاومة ماذا يعمل الحمل أو المصباح أحسنتم هو الأداة التي يقوم المصدر بتزويدها بالطاقة هي الأداة التي يقوم المصدر بتزويدها بالطاقة وقد تكون يعمل مصباح أو مروحة وتسمى أيضا بالمقاومة المكون الآخر أحسنتم أسلاك التوصيل أسلاك التوصيل ما الغرض منها؟ أحسنتم نقل الشحنات الكهربائية من المصدر وإليه وتكون من الفلزات يأمن حاس أو ألمنيوم إذن مكونات الدارة الكهربائية مصدر أحسنتم مصباح أحسنتم أسلاك كهربائية نريد أن نتعرف ما الفرق بين الكهرباء الساكنة والكهرباء المتحركة سبق ونحن تعرفنا على الكهرباء الساكنة ماذا تكون فيها الشحنات؟ من كلمة ساكنة الشحنات تكون في حالة سكون ومن كلمة متحركة الشحنات تكون في حالة تحرك فإذن الكهرباء الساكنة لا تتحرك فيها الشحنات الكهربائية أما بالنسبة للكهرباء المتحركة تنشأ عندما تتحرك الشحنات الكهربائية عندما تتحرك تبدأ بالكهرباء المتحركة أمامك دارتان وأهم في دارة المفتاح ماذا يعمل المفتاح في الدارة ماذا يعمل أو ما أهمية هذا المفتاح في الدارة المفتاح في الدارة له أهمية كبيرة بأنه يقوم بعملية أحسنتم رائعين يقوم بالتحكم بالدارة الكهربائية بغلق الدارة أو فتح الدارة بحيث عند غلقها يسري تيار كهربائي ويضيء المصباح إذن يعمل على التحكم في غلق وفتح الدارة الكهربائية هذا المفتاح له أهمية بحيث يعمل على تشغيل الدارة الكهربائية وإقلاقها أمامك عزيز الطالب دارتان كهربائية أحدهما دارة مغلقة والأخرى مفتوحة ما الفرق بين الدارتان ما الفرق بين الدارتان ها عزيز الطالب أحسنتم الدارة المغلقة تكون في حالة تشغيل المفتاح إذن المفتاح يكون في حالة تشغيل أما في المفتوحة يكون في حالة مغفلة بالنسبة للتيار يسري عند تشغيل المفتاح يسري تيارة الكهربائية عند تشغيل المفتاح أما في المفتوحة ينقطع الكهربائية بمجرد إغلاق أو قفل المفتاح لمبة المصباح تضيء عندما يسري التيارة الكهربائية بمجرد إغلاق المفتاح أما الدارة الكهربائية المفتوحة فالمصباح ينطفئ بمجرد انقطاع التيار الكهربائي بسبب إغلاق المفتاح إذن هذا الفرق بين الدارة المفتوحة والدارة المغلقة لابد معرفة المفتاح متى يكون مشغل ومتى يكون مغلق ومن هنا نعرف الدارة المفتوحة والدارة المغلقة عزيز الطالب أمامك دارتان كهربائيتان ما الفرق بين الدارتان الكهربائيتان أحسنتم كلاهما يحتويان على عديد من أو أكثر من مصباح أو أكثر من مقاومة كلاهما يحتويان على أكثر من مصباح وبالتالي أحسنتم اختلفت بطريقة توصيلهم إذن اختلفوا متشابهان بينما يحتويان على عدد من المصابيح ولكن اختلفوا في طريقة توصيل المصباحان إذن كلاهما يحتويان على أكثر من مصباح لكن اختلفوا في طريقة توصيل المصباح كيف توصل المقاومات في الدارة الكهربائية كيف توصل كيف تتوصل أمامك الدارة الأولى نجد أن المصباحان متواليان المصباح الأول يليه المصباح المصباح الأول يليه المصباح الثاني وهكذا وإذا في مصباح آخر بيكون يليه فالمصباح الأول المصباح الثاني المصباح الثالث بالتوالي خلف بعض يصلون بسلك أما الطريقة الثانية موجودة بطريقة توازي يصل سلك للمصباح الثاني الأول ثم سلك إلى المصباح الثاني وهكذا بعد لو وجد آخر أيضا بيوصل بطريقة توازي كيف يسر التيار التهربائي في الدوائر التوالي ودوائر التوازي عند غلق المفتاح نجد أنه يسري التيار الكهربائي من المصباح الأول يدخل التيار الكهربائي إلى المصباح الأول ويخرج منه إلى المصباح الثاني ويخرج إلى المصدر مرة ثانية إذن يحدث في مسار واحد يحدث في مسار واحد إذن التيار الكهربائي يسري في اتجاه ثابت في اتجاه ثابت من المصباح الأول إلى المصباح الثاني إذن في اتجاه ثابت إذن يحتوي على مسار واحد دون حدوث أي تفرأ أما دارة التوازي نجد أن المصباح الأول يسري له التيار بشكل ثم ينقطع التيار ويسري بالجهة الأخرى إذن التيار ينتفرع إلى المصباح الأول ثم إلى المصباح الثاني هنا مساران مسار الأول المسار الثاني إذن يوجد مساران وممكن يكون فيه أكثر من مسار فإذن هنا يحدث للتيار الكهربائي أثناء سيرانة يتفرع في الدارة التوازي ويكون فيه أكثر من اتجاه إذن هنا يحتوي مسار واحد في الدارة التوازي أكثر من مسار اتجاه ثابت سريان التيار هنا يكون فيه أكثر من اتجاه أيضا عزيز الطالب إذا فصل أحد المصابيح من دارة التوالي أو دارة التوازي ماذا يحدث للمصابيح الأخرى؟ ماذا يحدث للمصابيح الأخرى؟ هل تعمل أم لا؟ أحسنتم رائعين في الدارة التوالي عند فصل أحد المصابيح أو عطبها أو تعطلها أو احتراقها لا يعمل المصباح الآخر لا يعمل المصباح الآخر أما في الدارة التوازي المصباح الأول أو إذا حدث لأحد المصابيح عطب أو احتراق فأن المصابيح الأخرى تظل تعمل تظل تعمل إذن إذا فك أحد المصابيح في دارة التوالي الدارة أصبحت مفتوحة وبالتالي ينقطع التيار الكهربائي فيها فالمصباح الآخر يعتب أو يتعطل أثناء العمل أما بالنسبة للدارة المتصلة على التوازي إذا فك أحد المصابيح فأن بقية المصابيح تضيء والدارة تظل مغلقة وتعمل دارة توازيها مصابيح ومروحة ماذا يحدث للمروحة في الدارة الكهربائية إذا احترقت فتيلة المصباح لاحظ دارة توازيها توازيها كلمة توازيها معناها دارة توازي ماذا يحدث إذا احترق فتيلة المصباح هل المروحة تعمل أم لا تعمل عزيزي طالب أحسنت تستمر المروحة في العمل تستمر المروحة في العمل لماذا لماذا لأنها دارة مغلقة فالدارة كما سبق وأخذنا أن الدارة التوازي تظل إذا عطب أحد الأجهزة أو أحد الأدوات الآخر يظل يعمل لأنه يعتبر كل جزء دارة مغلقة خاصة به نأتي إلى المنازل منازلنا أو بيوتنا يكون الكهرباء فيها على شكل توصيل دوائر توالي أم توازي أحسنتم على التوازي يكون الدارة الكهربائية في المنازل والبيوت على شكل توازي لماذا لماذا برأيك أحسنتم لأن نضمن بقاء المصابيح مفتوحة أو الأجهزة الأخرى مفتوحة إذا حدث تعطل لأحد الأجهزة فمثلا الغرفة إذا كانت تحتوي على أربع مصابيح فكل مصباح يحتوي على مفتاح خاص فيه فإذا عطب مصباح المصابيح الأخرى تظل تعمل كما هي إذن بضمان بقاء جميع الأجهزة تعمل ولا يحدث لها تأثر بتأثر أحد المصابيح أو انكساره أو فكه فإنها تظل كما هي تعمل بعكس التوالي لو حدث عطب فالجميع تغلق لذا المنازل تستخدم في عملية التوصيل دارة التوازي دارة التوازي الآن نأتي بعدما تعرفنا عن أنواع الدواري الكهربائية دارة التوازي ودارة التوالي نتعرف على كيف نستخدم الكهرباء بأمان يا عزيز الطالب كيف نستخدم الكهرباء بأمام أمامك أسلاك أمامك أسلاك منها السميك منها الرفيع متوسط السمك ما المقصود بذلك؟ لابد أن نستخدم أسلاك مناسبة في عملية التوصيل من أهم استخدامات الكهرباء بأمان استخدام الأسلاك المناسبة في التوصيل بطريقة آمنة بحيث أن الأسلاك الرفيعة لديها مقاومة عالية جدا وتسخن بسرعة فلا تستخدم في عملية توصيلها بأجهزة ذات مقاومات يؤدي إلى احتراقها فمثلا السلك الرفيع لا يناسب استخدام المكواه ولا تكييف لماذا؟ لأنه يحتاج إلى سمك عالي أو سمك كبير بحيث يتحمل شدة التيار أو التيار المار العالي في هذا السلك إذن أول استخدام آمن استخدام الأسلاك المناسبة في عملية التوصيل لأن الأسلاك الرفيعة مقاومة عالية لذا تسخن لاستخدامها لذا نستخدم أسلاك مناسبة لكل أداة كما قلنا في أن المكواه لا ينفع باستخدام الأسلاك الرفيعة أيضا أمامك صورة عزيز الطالب ماذا تلاحظ في الصورة؟ أحسنتم الابتعاد أو تجنب استخدام أو لمس الأسلاك المكشوفة أو المؤصلة بطريقة غير آمنة لماذا؟ لماذا عزيز الطالب؟ أحسنتم لأن لمسة قد تسبب صدمة كهربائية وتؤدي إلى حالة الوفاة أيضا المنصهرات تمنع مرور تيار في الدارة الكهربائية لماذا؟ لأن المنصهر سلك رفيع أو نعتبر المنصهرات التي هي الفيوزات فالمنصهر هو سلك رفيع ينصهر عند مرور تيار كهربائي عالي فيقطع التيار الكهربائي في الدارة الكهربائية ولا يتأثر التيار العالي فيها لكن لا يستخدم إلا مرة واحدة ويتم تغييره باستمرار هذه المنصهرات وقد تسمى أيضا بالفيوزات إذن القواطع أيضا في المنازل توجد هذا القواطع لأمان المنزل إذا حدث التماس كهربائي أو مرور تيار كهربائي عالي يغلق أحد القواطع وتستخدم في المنازل وبالتالي إذا تستخدم كذا مرة أو يتم عملية إعادة تشغيلها إذا غلقت يستمر في عملية التشغيل هل توصل القواطع كهربائية في الدوائر على التوالي أم على التوازي سبقوا قلنا أنها على التوالي لماذا؟ لأن التوازي ذا قطع أحد المصابيح الآخر يظل يشتغل فبالتالي لا يمكن هناك حداث عملية أمان نصل إلى نهاية ملخصنا اليوم اللي هو الكهرباء تعرفنا على المفتاح في دارة مغلقة والدارة المفتوحة والفرق بينهما أيضا تعرفنا على الدارة الكهربائية مكوناتها تتكون من المصدر المقاومة وهي المصباح وأيضا أسلاك التوصيل أيضا تعرفنا على الكهرباء استخداماتها المنصهر وأيضا القواطع أخذنا المنصهر اللي نعتبره بالفيوزات وأيضا القواطع الموجودة في المنازل أو بشكل عام في أي مكان يحتوي على الكهرباء أيضا تعرفنا على أنواع الدوائر الكهربائية دائرة التوالي وأيضا دائرة التوازي كيف يتم اتصال الكهرباء فيها نشكركم عزيزي الطالب على حسن الاستماع والإنصاد